طب نضال بالحديث عن الجروي في الإمام الشافعي وده حديث كان مهم جداً بس ده يا خيني برضو هسألك المسلسل الحقيقة رسالة الإمام وجزء من سيرة الإمام الشافعي وتحديداً إنه في مصر أنا بظنها لو صحة عبير ضربة معلم بصراحة يعني أنت شفت رسالة الإمام إزاي أنت حسيت برسالة الإمام إزاي أهميته بالنسبة لنضال إيه بص يعني رسالة الإمام تعتبر عود أحمد للدراما التاريخية المصرية الفنية التي تليق بقامة مصر الفنية العظيمة وبتاريخ مصر إحنا كان بقالنا تقريباً أكتر من حاجة وعشرين سنة ما قدمناش عمل تاريخي فكون إن إحنا نقدم على هذه الخطوة ونقدم عليها بوعي وبفهم شديد ده شيء كان في غاية الروعة وعايز أقول إنه رسالة الإمام عشان تطلع للناس بهذه الصورة يعني كان دخلة في نطاق الإعجاز والله يعني كلنا كلنا دون استثناء محدش فينا ما تعبش في فكرة إنه يعني نطلع هذا العمل بأحسن صورة ممكنة وفخور بهذا العمل جداً جداً لأنه كمان كشف شيء مهم جداً كشف إنه رغم إن إحنا بقالنا أكتر من حاجة وعشرين سنة ما عملناش أعمال تاريخية ومعظم الكوادر اللي كانت بتعمل أعمال التاريخية دي ما بقتش موجودة لكن إحنا من خلال هذا العمل مع نجم كبير زي الأستاذ خالد النبوي في مجموعة شباب عباقرة في التمثيل أدوا أدوارهم بشكل أكتر من رائع عندنا حمزة العيالي عندنا وليد فواز عندنا جمايكا عندنا فعلاً أنا كنت منبهر يعني إنه لا عندنا كوادر مصر واللادة وأتمنى على الله إنه هذا المسلسل ومسلسل رسالة الإمام يكون المبتدأ إنه يفتح الباب لهذه الأعمال التاريخية اللي مصر من حقها تضع يدها فيها وبقوة سواء تاريخها هي الشخصي أو تاريخنا الإسلامي فهو فعلاً إنه مصر دي هي الأساس في كل شيء فيعني رسالة الإمام أنا شايف إنه عاود أحمد حقيقي فعلاً للدراما التاريخية التي تليق فعلاً بمكانة مصر وبمكانة الإمام الشافي ده أنا عايزه يترجم ونبيعه بقى البلاد فورمز من بتاعة بلاد برة آه والله الناس تشوف إزاي مصر قدرت إنها تعمل تطور فكري في العالم كله من خلال نموذج زي الإمام الشافي على سبيل المثال وحضوره في مصر بص يا أستاذي أنا عايز أقول لحضرتك حاجة وده ليس نوع من أنواع التطبيل على الإطلاق ولكن في وعي في عمل هذا العمل بمعنى إيه؟ صح بمعنى إنه الشركة المنتجة وهي ميديا هاب مع الشركة المتحدة إنه يسخروا كل شيء في سبيل إن هذه الرسالة تطلع في أفخم صورة ليها ممكنة عشان في الآخر هتمس المصر ده شيء عظيم لما تلاقي الأستاذ المهندس العبقري أستاذ عادل المغربي يعمل بحوث ياخد عليها دكتوراه إنه يخلق من أثار وحطام مدينة الفستاط اللي موجودة عندنا دلوقتي يخلق المدينة الحقيقية وكان شكلها عامل إزاي ويتعرض على الناس فالشباب الصغير يعرفوا إن دي كانت عاصمة مصر في يوم من الأيام كان شكلها كده وملابسها كانت كده أستاذ سامي عبدالعزيز تقريبا أنا آسف إذا كنت يعني لو أخطأت في الاسم ولكنها عظيمة في إنها تنتج ملابس هذه الفترة بهذه الدقة واسمح لي اسمح لي يعني أني أبدي إعجابي الشديد بخالد النبوي لأنه خالد أنا من وجهة نظر وهو نجم كبير وحفظة للألقاب يعني قدم الإمام الشفعي بمنظور أنا شايف إنه فيه عبقرية كبيرة جدا من ناحية إيه الإمام الشفعي ما كانش مجرد فقيه ما كانش مجرد أحد الأئمة الأربعة اللي أمة الإسلام كلها بتتبع قضاياهم الفكرية وقضاياهم الفكرية ده كان شاعر آه طبعا وكان زو حكمة وكان له دماسة خلق وابتسامة معينة ونظرة معينة عشان يستوعب القضايا ويعرف يحكم فيها أنا من وجهة نظري أنه فعلا خالد النبوي قدر أنه يجسد هذه الدماسة وهذا الخلق وهذا الرقي في تأديم هذه القامة بشكل كبير جدا وينطالي بقى على كل الإخوات اللي اشتغلنا مع بعض حمزة طبعا قدم دور أكتر من رائع عمل السرية بشكل عنيف كبار يعني يعني بنا مشاهد كتير يعني أنا كنت ببقى سعيد كمشهد المراكب اللي في المية بقى آه يعني جمايكا يعني عمل دور عظيم وليد فواز عمل دور عظيم وطبعا كل ده كان بقيادة يعني الأستاذ ليس حجه ورؤيته الإخراجية فأنا يعني اسمح لي من خلال حضرتك يعني أبدي كل إعجابي وبقول للناس عشان بس في بعض الناس بتتصيد بعض التفاصيل كده أنا بقول من وجهة نظري افرح يعني أنا ليه تجلد نفسك ليه تقعد تتصيد حاجات ملهاش فرغ افرح حقك تفرح إن احنا خلقنا في رسالة الإمام عصر كامل عصر كامل زي ما بتتفرج على جيمة في سرون كده وبتطلع بيه النخلة يعني متى احنا خلقنا عصر كامل عصر حقيقي ما فيش لا فيه أفورة ولا فيه وفيه أظهر موجود وفيه هيئات ولجان كل كلمة محسوبة الضمة محسوبة والفتحة محسوبة إذن يا أخي انبسط يعني انبسط إن انت بلدك قدرت بعد هذا الغياب لما تعود تعمل عمل قوي صح وعمل راقي وعمل عظيم فأنا شغوف بهذا العمل بصراحة وسعيد إن من خلال حضرتك وفي هذه الليلة الليلاء من العيد العظيم ربنا يعودوا علينا بالخير إنه الناس تكون يستمتعت وإنه اللي ما تفرقش في رمضان لإنه وجبة دسمة فعلا بسائل الإمام يتفرج عليها على المنصات منصة ووتشت تفرج عليه ويتفرج باستمتاع بجدة هيستمتع شاهدونا تجدوا ما يصروا إن شاء الله بإذن الله قبل ما أختم أنا عايز أسأل سؤال هو هيبدو على شكلة أين نشأت طرعرعت سيدتي بس هو مش كده بصراحة أنت منتظر إيه؟ أو عايز تروح فين؟ بس ولا مش منتظر؟ أقول لحضرتك حاجة أنا أملي في الدنيا حكتين حكتين اتنين على يعني على المستوى الإنساني إنه حسب ما ييجي وقت الواحد وربنا يفتكره يعني إن دي لك بطل عمر أسيب سيرة طيبة كإنسان كبني آدم وأسيب بصمة مضيئة في مجالي بصمة لأجيال أمنية حياتي أمنية حياتي إن أنا أسيب عمل عملين أعمال تاريخ بصمة تنور للناس بجد مش كلام إنشة ولا كلام بيتقل عشان يتقل أن نسقف لك يعني ولا نعمل لك إيه ولا حاجات دي لأ دي دا أمنية حياتي يعني زي السيرة الطيبة كبني آدم اللي أنا نفسي يعني دي اللي تفضلي في الدنيا إن في شغلي وفي مسيرتي الفنية أسيب بصمة مضيئة لأولادي وللي جايين بعدي إنه يقولون زي ما احنا بنقول دلوقتي على أستاذ استفان رستي مثلا نيجي نقول على أستاذ عاد الأدهم مثلا نيجي نقول فنسيب بصمة مضيئة نفسي أسيب بصمة مضيئة يعني أنت بقى أفت ناسي ومجتمعي وأهلي بالشغلانة بتاعتي يعني ويظن المزيع في رأيه المتواضع إنه هو أنت بدأت خلاص يعني إفعال